معالم رؤية جديدة للحكومة قفزت إلى السطح فجأة ودون ما مقدمات جاءت تلك الملامح في اجتماع موسع لأعضاء الحكومة ومحافظي المحافظات جرى الحديث خلاله من طرف رئيس الحكومة عن مرحلة مختلفة نوعا وهدفا وغاية وهي مرحلة البناء والإعمار بمعناها الواسع الشامل كما أشار استهل ابن دغر الحديث عن توجيهات للرئيس هادي تقتضي سياغة الأهداف العامة للمرحلة القادمة وفق رؤية اقتصادية واجتماعية وثقافية شاملة ووضع الخطط وإعداد الدراسات والتصاميم على نحو عاجل في مجالات منها الكهرباء والتعليم والصحة والمياه والطرقات والاتصالات فيما يتعلق بالتوجيهات التنفيذية أشار ابن دغر إلى أن التوجيهات الرئاسية تقضي بتطوير وتوسيع وتعميق ميناء عدن بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء وتهيئته لاستقبال السفن الكبيرة الكلمة شملت مخرجات من بينها تشكيل لجنة لإعداد الخطة العاجلة لمرحلة السنوات الخمس القادمة برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزراء المالية والصناعة والزراعة والثروة السمكية والنقل والاتصالات والتربية والتعليم والصحة والسياحة والثقافة دلالة توقيت وإطلاق ملامح الرؤية والحديث عنها وضعت العديد من التساؤلات من قبل متابعين كثر يرونها قفزا على واقع وأولويات الحكومة والتي في مقدمتها حضور الدولة في المناطق المحررة وأولويات عاجلة تتمثل في الرواتب وتشغيل المرافق الخدمية المتصلة بيوميات الناس الحديث عن ملامح رؤية إعادة الإعمار جاء في عقاب تداولات عن استعداد المملكة العربية السعودية لدعم إعادة الإعمار بعشرة مليارات دولار منها ملياران وديعة نقدية تحول ملامح الرؤية إلى واقع هو الجدل الدائر في الرأي العام خصوصا أنها تضمنت آمالا أكبر من الواقع الراهن وهذا ما ستصفح عنه المرحلة المقبلة هل نحن بصدد مشروع تنمية حقيقية أم أن الأمر لا يعد عن كونه بيع آمال في واقع يهيمن عليه اليأس وانسداد الآفاق